ترجمة نانسي قنقر 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 ووزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين هذا وتعتمد الشركة على المواد الخام عالية الجودة من شركة ألمنيوم البحرين ألبا وتتولى القوى العامل البحرينية في الشركة مهاما ووظائف رئيسية في مجالات الإشراف على الجودة وأعمال التشغيل والميكانيكا والأمن إلى جانب التحاق متدربين بالشراكة مع صندوق العمل تمكين بالعمل في المرافق الانتاجية علاوة على ذلك قامت الشركة بإكمال دراسة الجدوى الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية بشكل جزئي في المصنع هذا وأطلقت أعمالها في المجالات الغذائية والزراعية العالمية في عام 2023 إلى جانب أنشطتها في مجال الألمنيوم فهي بصدر التخطيط لإنشاء عمليات المعالجة الزراعية في البحرين مع التركيز على احتياجات الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية الأساسية للمنطقة وستعمل الشركة على تطوير بطحانة دقيق قمح متعدد الحبوب بالتعاون مع شركائها مما سيساهم في جلب استثمار أجنبي مباشر نوعي يقدر بملايين الدولارات الأمريكية إلى البحرين لا يخفى عليكم تملك اليوم في وجود ألبا مثلا ألبا اليوم تعتبر أكبر مصنع للألمنيوم خارج الصين في مكان واحد في مصهر واحد ألبا اليوم توفر أكثر من 2% من الألمنيوم المصدر في العالم فوجود مصهر هذه الشركات اللي متخصصة في الصناعات التحويلية للألمنيوم وجود مصهر يعطيها الألمنيوم المسال هذه يوفر عليها الكلفة التشغيلية فنرجع مرة ثانية إلى موضوع الكلفة التشغيلية لما يكون عندك أنت تبقى تصنعين مثلا الأسلاك مثلا لنقل الكهرباء من مكان لمكان من الألمنيوم طبعا عندنا في البحرين صناعات تحويلية ميدال موجودة صار لها ما شاء الله أكثر من 40 سنة في هذا المجال كونكسس اليوم جاية أيضا تساهم في هالصناعة التحويلية وصناعة الألمنيوم التحويلية من الفروع الرئيسية اللي نركز عليها في قطاع الصناعة فكونكسس ألمنيوم اليوم قاعد تخدمنا في أن البحرين تأخذ تلعب دور أكبر في تطوير هذا القطاع